موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاحر نناقش فيها تصاعد حالة الانفلات الأمني في تعز يستمر الوضع الأمني في تعز في الانحدار بالمقابل لا يبدو أن المعالجات التي قامت بها السلطات المحلية في المحافظة قد حققت أثرا ملموسا وهو ما يبقي على التساؤل القديم قائما إلى متى يستمر هذا الانفلات في المدينة التي تخوض حربا كبرى منذ أكثر من ثلاث سنوات لا يتوقف البعض عند السبب في هذا الانفلات بالنظر إلى حالة الحرب القائمة وعدم قيام الحكومة بإعادة بناء الأجهزة الأمنية وكافة أجهزة الدولة في المحافظة فيما آخرون يرون أن هناك سببا لا يقل تأثيرا عن ظروف الحرب يرى هذا الفريق أن ظروف إعادة بناء بعض المؤسسات الأمنية في المدينة يعد سببا رئيسيا في استمرار الانفلات الأمني في تعز لكونها تمت بطرق غير صحيحة وضمت في صفوفها بعض الجماعات والأشخاص ممن يمكن اعتبارهم جزءا من المشكلة الأمنية في المحافظة توقفت المعارك الكبرى فارتدت الجماعات المسلحة إلى الداخل ومع انتشار السلاح في المدينة أصبح الوضع الأمني يمثل خطرا لا يقل عن الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي مع تصاعد ضحايا الحوادث خلال الفترة الأخيرة تصاعد الانفلات الأمني في تعز يقابله تجاهل حكومي وعجز من قبل السلطات المحلية عن مواجهته واللوم دائما معلق على مشجب ضعف الإمكانيات وعدم توفر الدعم من قبل الحكومة كيف أثرت الحرب وتوقفها على الوضع الأمني في المدينة ولماذا يستمر الوضع الأمني في تعز بالتدهور وكأنه لا يعني أحد في هذه الحلقة سيكون معنا من تعز المتحدث الإعلامي باسم الشرطة في المحافظة النقيب أسامة الشرعبي ومن بريطانيا الدكتور والأكاديمي الباحث أحمد الدبعي البداية مع السؤال المشترك بعد الترحيب بضيفية الكريمين أبدأ مع السيد أسامة شرعبي سيد أسامة كل المعالجات التي تم اتخاذها من أجل دعم الأمن في تعز ربما لم ترى النور ولم تنعكس بشكل إيجابي على أرض الواقع ما هي الأسباب برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأسعد الله مساءك أخي العزيز وكل المشاهدين بداية أشكر قناة بلقيس لاهتمامها بالتسليط الضوء على الوضع الأمني في محافظة تعز ذكرت في تعليقك بعض النقاط سنترح عليها ملاحظات وبعضها كانت صحيحة أبدأ من الأخير ومن سؤالك سؤالك غير الكلام الذي أوردته غير صحيح نحن نقول وما نعمل عليه هو يعني يبشر بتحسن ويعني على مستوى الملف الأمني في على صعيد بناء مؤسسات الأمن وأيضا في الوضع الميداني مع بقاء بعض الإختلالات الأمنية في المحافظة فالكلام عن أن القهود التي بدلت من بداية العام الحالي لم تثمر ولم تثبت نجاحا كلام غير دقيق وغير موفق نحن لو عدنا بالذاكرة إلى أشهر في نهاية 2017 ووقفنا على الوضع الأمني وقارننا بما هو حاصل الآن والوضع الأمني نجد أن هناك فارق وأن هناك تحسن كبير جدا ملحوظ وملموس يلمس الشارع التعزي باختفاء معظم الظواهر المخلة بالأمن والتي شهدناها من قبل بما فيها ظاهرة الإغتيالات وبحمد الله وبفضل القهود المبدولة منذ قرابة الشهر لم تحدث حادثة إغتيال هذا مؤشر نجاح طبعا كان الفترة السابقة ربما وفي نهاية 2017 بالتحديد لا تمر يوم إلا وتحدث حادثة إغتيال يجب أن نقف عند هذه الحقائق ولا نرمي بالكلام على عواهله هناك قهود بدلت بدأتها قيادة السلطة المحلية ممثلة بالدكتور أمين محمود وأيضا قيادة الجهزة الأمنية نكتفي بهذا القدر سيادة النقيب أسامة نكتفي بهذا القدر بالإجابة الأولى منك وبالتأكيد سنتحدث بالشكل التفصيلي عن كل النقاط التي ذكرتها وذكرناها دكتور أحمد الدبعي برأيك أنت هل فعلا المعالجات التي تم دعم فيها الأمن في تعز رأي تنور أم الأمن في تدهور مستمر؟ بداية المساء الخير لك والسادة مشاهدي أتابع موضوع الأمن في تعز منذ أكثر من ثلاث سنوات نعم هناك تحسن طفيف حقيقة لكم بنصفين لكن ما زال الملف الأمني في تعز بوضع كارفي بشكل عام واعتقد أن السبب في ذلك هو غياب نعم حضور الدولة بشكل عام عدم تنجزة الأمنية بشكل عام نحن نتحدث عن معاناة الدولة من الملف الأمني في العاصمة نفسها عدع ما يقري في تعز أن ميكانيات الكهاز الأمني ما زالت قليلة جداً عندي معلومات من مباطعة من المسؤولين لأن الميزانية المخصصة لتعز لا تكفي بالأرض المطلوب وبالتالي أن عكس ذلك على وضع الأمني للمحافظة لكم منصفين كما قلت سابقاً يبدو أن هناك تحسناً تطبيباً لكن ما زالت المعالمية بمثل المستوى نعم إذن ربما أنت أيضاً تتوافق مع النقيب أسامة بما طرح بأن هناك تحسن كبير في الأداء الأمني وانعكس بصورة مباشرة لكن إذا كان كما تقول أنت ويقول النقيب أسامة هذه الحوادثة المتكررة نقيب أسامة التي تحدث في تعز وكان آخرها ما حدث من قتل أحد المسؤولين على المراكزة الامتحانية وأيضاً حادثة القتلة الأخيرة التي بسبب الطالب رياضة الزهري الذي قام بقتل كان شخص يريد أن يعتدي عليه هذه الحوادث هي تعكس مقدار انتشار السلاح وعدم وجود القوة الأمنية الكافية التي تحمي المواطني فعلاً أخي أولاً نشكر سيادة الدكتور أحمد أنصف في طرحه فعلاً ما ذكره من نقاط هي صحيحة تقف الإمكانيات المؤسسة الأمنية عائق كبير أمامنا أما لتحقيق النجاح الملموس النجاح المطلوب لأداء الأجهزة الأمنية تقف أمامنا الإمكانيات عائق كبير جداً يعني الإمكانيات المتوفرة لا تكاد تذكر أمام القهود المبدولة تبذل بشكل شخصي وبقهود ذاتية فعندما نتحدث عن نجاح نحن لا نذكر قضايا محددة بعينها نحن نقارن ملف أمني متكامل نقارن وضع أمني كامل حالياً وعلى ما كان سابقاً يعني أن مسيرة البناء ومسيرة تحسين أداء المؤسسة الأمنية ودورها في استمرار رغم شحة الإمكانيات ورغم الوضع الحرق يجب أيضاً لا ننسى وضع تعز الحرق تعز تعيش حصار تعز ما زالت إلى الآن كل بقعة فيها هي ساحة حرب ما زالت قذائف ميليشيات الإنقلاب تصل إلى كل بقعة وحارة ومكان داخل محافظة تعز يعني انتشار المسلحين وتواجد قوات الجيش داخل المدينة أيضاً سبب أمامنا عائق أيضاً يعني منع التقوال العشوائي بالسلاح هو تحدي كبير بالنسبة لنا في الوضع الراهن في ظل الحصار وصعوبة إيجاد معسكرات خاصة بالجيش خارج المدينة كوننا ما زلنا في بقعة صغيرة ومحاصرة ومحاطة من كل اتجاه هذه كلها الأسباب مجتمعة إذا قارنناها بمستوى الإنجاز والنجاحات يعني نستطيع أن نقول الأجهزة الأمنية بما تمتلكه من إمكانيات شحيحة وبجهود كوادرها الذاتية تحقق إنجاز ونحن نقول هذا بكل ثقة وماضون بهذا الطريق ونأمل أيضاً أن الحكومة وهي مشكورة يعني هناك تفهم للوضع الأمني الحرق في محافظة التالي لكن نأمل أن تتوفر الإمكانية اللازمة وأن تستمر عملية يعني إعادة بناء وتفعيل المؤسسة الأمنية ورفضها بالإمكانية اللازمة للقيام بعملها بالنسبة لقضية الطفل غياض يجب أن نقيس هنا مستوى يعني مؤشر سرعة الاستجابة للأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية مباشرة قامت بإجراءات حماية للطفل ولمسكن الطفل وتوفير الحماية ما زالت أتقوم الأمن مرابطة إلى الآن أمام منزل وممتلكات الطفل لتوفير الحماية وتم التحفظ على الطفل ووالده لدينا في إدارة البحث الجنائي وهناك فريق من المحامين يترافع في القضية والقضية تسير في الإجراءات عبر الإجراءات الرسمية في المؤسسات الرسمية والجهات المختصة نقيب أسامة ذكرت نقطة في غاية الأهمية بأنه من ضمن العوائق تواجد قوات الجيش الوطني وانتشارها في المدينة بسبب الحصار وعدم وجود معسكرات خارج المدينة تفسح المجال لكم أنتم في القوات الأمنية لبسط السيطرة بشكل مباشر لكن السؤال الأهم ألا يفترض أن تكون هذه القوات قوات الجيش الوطني سندا لكم ولا تكون عائق إذا فهمت ربما فهمتني غلط بالنسبة لمؤسسة الجيش هي رافض وشريك أساسي في العملية الأمنية التي نفذناها مؤخرا نحن نفذنا عملية انتشار أمني في الأشهر القليلة الماضية وحملات أمنية كانت بالشراكة مع الجيش الوطني لكن عدم اكتمال أيضا بناء مؤسسة الجيش البناء المؤسسي وهذا الأمر هو مطروح الآن أمام لجنة الهيكلة التي تشكلت موجب قرار الأخ فخامة رئيس الجمهورية وهي بإذن الله كفيلة بحل هذا الإشكال أنا أقول أنه بقاء الجيش أتاح لفرصة لتقوى العشوائي ووجد أمامنا صعوبة في التحكم بقضية الانتشار العشوائي للسلاح يعني العصابات المنفلتة إذن هذا يؤكد كلامك لا يمكن أبدا في أي حال من الأحوال أن ننسبها إلى الجيش الوطني وإن موجد فهي تعتبر يعني يعتبرون أفراد خارجون على القانون وكلهم خاضعون للقانون وملاحقون نعم طيب دكتور أحمد الدبعي البعض يتحدث عن بأن ما يحدث من تعز من اختلالة أمنية بأنه لا يتعلق بمشكلة الحرب والحصار ومحاربة الانقلاب بقدر ما هي وجود مناكفات بين الأطراف في تعز وينعكس ذلك على الحالة الأمنية إلى أي مدى هذا الطرح هو واقعي وحقيقي في تعز الطرح فيه شيء من المصداقية دعني أقول وأكرر كما قلت سابقا أن الأمن في تعز هو نتاق طبيعي للخلل الأمني في البلد بشكل عام الحكومة اليمنية حتى الآن لم تستطع أن تمارس مهامها على الأرض اليمنية بشكل حقيقي كدولة أداءها مازال ركيك في عدن في تعز في المحافظات القنوبية بشكل عام الإمكانية التي استفق للمحافظات كتاعز وغيرها كما قلت إمكانيات ضعيفة جداً هذه النقطة الأولى التي أحب أن أتحدث عنها النقطة الأخرى لدينا إشكالية أيضاً في تعز وهي مشكلة الاتقان الحزبي وعدم الثقة بين الفرقات السياسية في تعز للأسف الشديد هناك إدمان على الخصومة الحزبية في تعز دعني أتكلم بكل صراحة بين الأحزاب تعز الأمانة يعني أريد أن ألوم ومنا أحزاب الإصلاح والناصري والاشتراكي وغيرها من الأحزاب على عدم تغليب المصلحة العامة في تعز وإيقاد شراكة سياسية حقيقية كما كان سابقنا ياماً لقاء المشترك هناك مكايدات حزبية هناك أيضاً دخل الكبير في قضية الأجهزة الأمنية والجيش الوطني رأينا التحالف يدعم فريق على حساب آخر ورأينا الإمكانيات تتفق أحياناً لجهادنا أخرى ورأينا عملية لتكتيف تعز أنا أرى أن هناك نية مبيتة لرجاع التعز في هذا الوضع لا يمكن أن تقبل أن تبقى تعز محاصرة بينما الجيش الوطني يوزع في كافة محافظة الجمهورية يبقى تبقى تعز محاصرة في تعز لثلاث سنوات إذن هناك عوامل تعدى تاهمت في هذا الخلل الأمني في المحافظة تحدث عن أكبر محافظة يمنية في عدد السكان وميزانيتها التشغيلية ما زالت دون المستوى المطلوب وكأنها تدانية لقرية صغيرة نائية نعم دكتور أحمد نعم دكتور أحمد دكتور أحمد نعم نعم دكتور أحمد نعم دكتور أحمد الجميع ربما يتحدث عن تعز بأن إشكالية تعز هي بسبب أبناء تعز أنفسهم يعني التحالف العربي قدمت دعم الكبير الحكومة قدمت الدعم الكبير ولكن الإشكالية في أبناء تعز يعني كل صراع وكل خلاف سياسي فيما بينهم ينعكس على الوضع الأمني ينعكس على وضع الجبهات متى سنرى تعز وكل فصائلها تحت راية واحدة وهدف واحد بعيدا عن كل هذه المناكبات التي تنعكس بصورة مباشرة وسلبا على الوضع في تعز سواء خدميا أو أمنيا أو عسكريا أحاول تواصل مع كثير من السياسيين في الداخل وأنقل لهم رسالة بأن تعز لن تتحرر إلا إذا أجمعنا جميعا إصبحنا في تعز على قلبي رجولا واحد وأن مسألة تحرير تعز هي الأولوية وأن المصلحة العامة في تعز هي الأولوية هناك خلال كما قلت سابقا بخلال إشكال حزبي تسبب به حدوث عدم ثقة بين هذه الأحزاب والاندفاع لتقاسم تعز وتحويلها إلى مربعات لهذا الحزب هذا المربع ولذلك الحزب ذلك المربع وما إلى ذلك وأيضا تعز مشكلتها الرئيسية أنها محافظة تعودت على وجود دولة فعندما غابت الدولة كان شرخ كبير في تعز أوجد هذا الصداع الكبير في المحافظة وهذه الهزة التي جعلت أبناء المحافظة في دوامة مستدامة من القلق الأمني وأيضا من عدم القدرة على السيطرة على الأمور الكبيرة في المحافظة كقضايا الأمن وقضايا الاستلال الانتصادي في المحافظة بشتعام وقضاء الختمات نعم طيب سيادة النقيب أسامة الشرعبي إذن لا علاقة للحكومة والتحالف ربما بالدعم الذي دائما تتحدث عنه وتطالبون فيه والإشكال هي تكمن بأبناء تعز أنفسهم وهم أعداء أنفسهم يعني الكلام في هذا الجانب هو يعني نوعا ما فعلا صحيح مؤسف جدا أنه يكون الاحتقان الحاصل بين مكونات العمل في محافظة تعز أحد المعوقات والعراقيل أمام الاستمرار والتوجه نحو بناء المؤسسات واستعادة هيبة الدولة وبص الأمن والاستقرار لكن أيضا من المجحف أن نقول أن هذا هو السبب الرئيسي الأسباب كثيرة ومتعددة الحصار يمثل عائق كبير الشحة الدعم وتوفير الإمكانية اللازمة لتفعيل المؤسسات هذا عائق كبير جدا أمامنا ومع ذلك نحن نأمل أن القوى السياسية وأطراف العمل في محافظة تعز أن ترجح العقل ومصلحة تعز على كل اعتبار وأن تصطف صفا واحدا خلف إعادة بناء المؤسسات وتطبيع الحياة في المحافظة وهذا ما نعمل عليه دائما بتواصلنا مع جميع الأطراف وبتواجدنا في كل مكان نحن ننشد بناء دولة مؤسسية قائمة على المهنية والاحترافية بعيدة كل البعد عن الاحتقانات السياسية وتقاذبات الأطراف السياسية دعني أقف معك هذا الكلام ليس للتنظير يعني ما بدأناه من بداية 2018 عمل هو يؤكد على هذا الكلام نحن بدأنا في بداية لبناء مؤسسة أمنية تقوم على المهنية والاحترافية يعني نصارع في اتجاهين في اتجاه إعادة بناء هذه المؤسسة بناء مؤسسي وأيضا نواجه تحديات في الشارع وبالمضمارين نعمل في آن واحد نجحنا إلى الآن في تدريب دفعتين دفعة في الأمن العام ودفعة في شرطة الدوريات وأمن الطرق نجحنا إلى الآن في فتح مربعات كانت مغلقة أو شبه مغلقة أمام مؤسسات الدولة وأمام مظاهر الدولة الآن تتواجد فيها قوات الأمن والحملة الأمنية المشتركة من الجيش والأمن أيضا عملنا على تنفيذ حملات أمنية ومداهمة أوكار وضبط عبوات وضبط مطلوبين يعني هذه إنجازات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن تعز لن تكون إلا دولة مؤسسات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترضخ لرغبة أي طرف كان مهما كانت قوته ومهما كانت داعم فتعز خرجت وناضلت من أجل استعادة الشرعية وبناء المؤسسات وبهذا الاتجاه هي تسير وكل قياداتها وبكل ثقة أقول هذا الكلام أننا بقيادة السلطة المحلية متمثلة بالدكتور أمين محمود والقيادة الأمنية متمثلة بالعميد منصور الأكحلي يعملون ليلة نهار والقيادة العسكرية أيضا على السير في هذا الاتجاه رغم المعوقات التي ذكرناها رغم الصعوبات التي نواجهها في الميدان إلا أن القناعة والقرار اتخذ في استعادة الدولة وهيبة الدولة وبصها في كل المربعات نقيب أسامة مهما كانت تحديات ومهما قدمنا من تضحيات فهي معركتنا والوجه الآخر من المعركة التي نقودها أو نحوضها مع الانقلاب بص الأمن وإعادة تطبيع الحياة داخل المدينة نقيب أسامة ظهوركم بهذا الصورة التي تصور الوضع في تعز وأنه يعني بهذه الصورة الجميلة والأمور ماشية تمام أيضا الدفاع عن كل الناس المتواجدين في تعز سواء كانت فصائل أو ما شاب هذا لك أو أحزاب وأن القيادة موحدة والجميع يعمل بصورة تدعم تواجد الدولة القوات الأمنية إذن يفترض أن تكون تعز تقدم نموذجا عكس المحافظة الأخرى ولا تحدث كل هذه المشاكل الحاصلة في تعز أنتم الآن بهذه الصورة ربما تدافعون عن استمرار الوضع وتطاول هذه الفصائل والخلافات استمرارها بالعكس أنا أقول أن الإعلاميين بشكل عام تتكلمون بناء على قناعات مسبقة وأحكام مسبقة الوضع نحن نقول واتفقنا في بداية البرنامج أن الوضع إلى تحسن أنا لا أتكلم على الوضع عنه بتلك المثالية التي تصورها لكننا نعمل وهناك نية وهناك توقف إلى الوصول بتعز إلى ما تستحق أن تكون دولة مؤسسات ولا تتواجد فيها والقوة المتواجدة فيها الوحيدة هي الدولة والدولة فقط وهذا ما نعمل عليه وأعتقد كل قيادة التعز هي مقتنعة وتقول هذا الكلام لا يمكن لأحد في تعز الآن أن يقول غير هذا الكلام لأن تعز بيئتها وحاضنة رافضة لكل المشاريع الصغيرة والمقزمة التي تحاول أن تظهرها بالشكل الغير لائق بتعز الذي يمثل الثقافة والمؤسسات هناك عوائق هناك تحديات لكننا نواقعها بكل شقاعة ونعمل مع كل المخلصين من أجل الوصول بتعز إلى هذا المكان سيادة النقيب أسامة ربما حديثنا بهذه اللهجة القاسية عن تعز لأن الجميع يعول على تعز وتعز دائما ما تقدم النموذج الأمثل وأي اختلال فيه تعز ينعكس بصورة مباشرة على الوضع في اليمن وأنا لست وراء أحكام مسبقة نحن ننقل الواقع في اندم أسامة وأنتم تجيبون وتتحدثون ما تريدون دكتور أحمد الدبعي هل فعلا ما يقوله النقيب أسامة الشرعبي وبهذه الصورة التي قدم تعز بأن هناك تحسن ملحوظ وبطريقة يعني مستمرة وإن شاء الله يعني تعز لن تكون إلا في صف دولة المؤسسات وإلى آخره هذه الصورة وهذا النموذج الذي يتحدث عن أسامة الشرعبي هل فعلا يقدم الأمن ويحمس الناس على الاتفاف نحو الأمن أم ربما لو سميت الأمور بمسمياتها وتحديد المعرقل ومن يقف وراء أرقلة الأجهزة الأمنية سيكون الوضع أفضل وسيلتف الناس حول توجيه أصابع الألاتهام والمعرقل لكل العمل الأمني داخل تعز ما رأيك أنت؟ دعني بداية أن نتفق على خطوط رئيسينا هناك خلال أمني كبير في المحافظة هناك أيضا تحسن تدريجي في المحافظة بالملف الأمني لكن كما قلت سابقا هذا التحسن ما زال يسير بقطع رغم التحديات الكبيرة في المحافظة القهاز الأمني في تعز قد يكون القهاز الأكثر حظا في الجمهورية اليمنية بحيث أنه لديه مواطنين في تعز يميلون للدولة مواطنين مدنيين أتذكرنا من زمان أي مشكلة في تعز الناس يذهبون إلى قسم الشرطة سواء كان في القرية أو كان في المدينة أو في المحارة فهذه خطوة أو يجب أن تستفيد منها الأجهزة الأمنية فيها إذن لدينا مواطنين يتوقعون للدولة في تعز أيضا لدينا قناعات بأن دولة النظاف والقانون في تعز يجب هي التي تسود فهذه الأمور يتمتع بها الكهاز الأمني في تعز على عكس كثير من محافظة القمهورية لكن دعني أقول أن ما يتطلق له سيدة النقيب الله سامع هو شيء من المؤسسة الأمنية طبعا سيدافع عن المؤسسة الأمنية وهذا حقه في الدفاع عن المؤسسة الأمنية ويقول أنه هناك نقاحة ليكون المواطن في تعز هو الحكم ليس بشير الحارفي ولا أحمد الدبعي بينما المواطن في تعز هو الذي سيحكم وهناك تحسنا ملحوظا في تعز أم لا أنا خاطب أكثر من مرة الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أزل الناس تدمرون بشكل عام من حمل السلاح العشوائي حتى الأطفال في تعز أصبحوا يحملون الأسلحة في الحالات وفي المحافظة هناك خلال كبير ما زال التعز تعاني من هذا الخلال هناك اغتيالات صحيح أنه قلت وطيرة الاغتيالات لكن أيضا هناك جرائم جديدة طهارات على التعز لم نكن نسمع بها من قبل أيضا هناك تحديات كبرى فيها التحديات كانت قلة الدعم للمحافظة قلة الشحص الإمكانيات أيضا ضخمت على العدد السلطاني في المحافظة وأيضا قلة عدد الناس الذين يتمتعون مستوى داخل جيد نحن نعلم في أي بلد من العالم عندما يكون هناك خلال أمن الآن هناك تحديات كبيرة في المحافظة يقدم فيها إلى 5 مليون مواطن هذه التحديات الكبيرة الآن تحديات استراتيجية شاملة للمعالجة المحافظة الأمن منها هو بناء القوات القصة وبناء المدني والأمن المركزي وتشغيل أقسام الشرطة بشكل حقيقي محترف ومنهجي بعيدا عن العشوائية والانتجال هناك تحديات كبيرة يجب أن تحديات الأمنية في تعز أن يحيي لها دكتور أحمد ذكرت نقطة بأن الأجهزة الأمنية في تعز محظوظين لأن الشعب يقف معهم ويبحث عن الدولة ويدعم مؤسسة الدولة لكن على الجانب الآخر يقول الكثير بأن مشكلة تعز بأنها كانت في السابق يعني محافظة مدنية إلى حد كبير جدا وانتشار السلاح بالكم الهائل في الفترة الأخيرة مع الحرب كان سبب إشكالية ربما في بعض المناطق التي كانت فيها أسلحة ومشاكل وعدم الاهتمام بمؤسسات الدولة ربما يعني الوضع استتب فيها بصورة سريعة على العكس الآن ما هو حصل في تعز إذن التحدي الأكبر الآن أمام الأجهزة الأمنية كيف يمكن ترشيد هذا السلاح كيف يمكن السيطرة على من تسلحوا بهذه الصورة التي كانت غير معهودة في تعز سؤال وقي دعني أقول أولا أن هناك أطراف إقليمية تسعى لتكتيف تعز تسعى لقعل تعز غير قادرة على التحرر بشكل صحيح لأن إذا تنفست تعز وإذا تحررت تعز بشكل حقيقي صحيح فإن الدولة اليمنية برمتها ستتعافى وهذه معادلة ليست لأنني من أبناء تعز لكنها معادلة معروفة لذلك الأطراف التي تسعى إلى تقزيم سلطة الرئيس هادي في الجمهورية اليمنية تلك الأطراف متورطة في استمرار الخلل الأمني في تعز بدعم أطراف معينة على حساب الدولة وأيضا تأجيل مرحلة تحريض أو فتح حصار تعز حتى تستمر التعز في هذه الأثناء كمحافظة كبرى مكتفة يكون هناك خلل أمني في عدن ويكون هناك تكتيف لتعز إذن هناك نتحدث عن سلطة في السحاب نتحدث عن سلطة هامشية للدولة إذا كانت تعز وعدم ليستا متعافيتان فنحن نتحدث عن كمهورية يمنية مشلولة نعم وكان هناك تحديات أيضا خارجية وإقليمية أفضل نعم طيب سيادة النقيب أسامة خل فعلا ما يقولها الدكتور أحمد حقيقي بأن هناك أطراف خارجية تقف وراء تغذية وانتشار السلاح ودعم فصيل ضد فصيل من أجل إبقاء تعز بهذه الصورة وأيضا إضعاف سلطة الدولة بشورة أشمل والله يا أخي العزيز لسنا في معرض الحديث عن التفسيرات السياسية والتأويلات السياسية أنا أتحدث لك عن واقع في تعز وجهود تبدلها قيادات سلطة محلية وتوجه للشرعية نحن نقوم عليه داخل محافظة تعز لا نستطيع أن نحكم أبدا أن هناك جهات خارجية قد تدعم أجنداء أو تدعم أطراف أنا أقول وبكل ثقة أنه مجرد أن أتخذ قرار فتح المربعات المغلقة أمام الأجهزة الأمنية الكل استجاب والكل اتفاعل ولم يعترض أحد الكل شارك في هذه العملية ويعني تعاون معنا وسهل المهمة لا يمكن أن نلقي أو أن نشكك نحن في تعز بحاجة إلى لملمة الصفوف هذا أولا ثانيا أنا أريد أن أتحدث معك أخي الكريم تتحدثون عن مؤسسات الأمنية في محافظة تعز وكأنها مؤسسة عريقة وقائمة بكافة أركالها ومكوناتها نحن نبني المؤسسة الأمنية ومنذ عامين طوبة طوبة ربما بشكل صعب جدا جدا في حالة الحرب وشحة وعدم تواجد الإمكانيات لماذا أنا أتحدث منذ بداية البرنامج أن هناك إنجاز لأنني أعيش هذه الصعوبة أدري أين كانت الأجهزة الأمنية وإين كانت مؤسسة الأمن وأين صارت اليوم يعني كانت مؤسسة الأمن في بداية الأمر نهاية يعني في 2015 مع بداية دخول الانقلاب كانت على رأس قائمة الاستهداف تم تدميرها التدمير الكامل تم يعني نهب البنية التحتية وأصبحت في حكم العدم حتى القوة البشرية تم الضغط عليها وتم حاصرتها وقطع رواتبها وعجزنا عن لملمتها يعني من لم يذهب إلى صف الحوثيين استمر في بيته الحفاظ على راتبه أيام ما كان الراتب في البنك المركزي في صنعاه كان الوضع سيء لا نجد يعني ضابط أمن بسهولة ولا جندي بسهولة كان من الصعب جدا اليوم نتحدث عن تدشين قوة الأمن الخاصة ودخول أو المشاركة في الانتشار الأمني داخل المدينة اليوم نتحدث عن تدشين دور شرطة الدوريات وأمن الطرق وستشارك قريبا في عملية الانتشار وخرجت دفعة في هذا الأسبوع اليوم نتحدث عن فتح 25 قسم شرطة و13 إدارة شرطة مديرية نتحدث عن تفعيل إدارات خدمية جوازات أحوال مدنية نتحدث عن تفعيل إدارات مهنية أمنية بحث جنائية أدلة جنائية يعني إدارات هم داخل المؤسسة نجاحنا يتمثل في إعادة بناء وتفعيل هذه المؤسسات يعني صعوب تحدينا ليس تحدي ميداني فقط نعم نقيب أسامة نعم نعم يعني عشنا فترة عام ونصف من الحرب أفرادنا وقوات الأمن داخل محافظة تعز قطعة رواتبهم نعم يعني اليوم أنا أتكلم بلغة المتفائل لأن يعيش الوضع اليوم تعز تتعافى اليوم تعز بإذن الله ستقف على مرحلة جديدة وكل ثقة لأني أدرك وأعرف طاقم العمل الأمني والطاقم في قيادة السلطة المحلية والتوجهات الصادقة وأيضا ما ذكره الدكتور أحمد الحاضنة الشعبية وثقافة تعز وموروثها الثقافي وقناعتها في أنها هي دولة مدنية دولة مؤسسية دولة ترفض كافة أشكال الملشنة والمشاريع الصغيرة خارج الدولة هذا ما نعوّل عليه نحن نعوّل بشكل كبير على الحاضنة الشعبية ودعمتنا الحاضنة الشعبية في الأوقوف على أقدامنا وهذا لا ننكره أبدا نعم ذكرت نقاط مهمة وإنجازات كبيرة ونحن نسعد لهذه الإنجازات التي تحدثت عنها وبهذه الصورة الجميلة لكن من يتابع أحداث تعز في مواقع التواصل الاجتماعي عبر القنوات في مواقع الإلكترونية الإخبارية يحاول أبناء تعز أنفسهم تشوي صورة تعز تقديم مشاكل تعز ولو كانت بسيطة وتهويلها وتقديمها لإعلام بأن تعز على صفيح نار إذن لماذا أبناء تعز يعني يقدمون أنفسهم أعداء لمدينةهم ويحاولون اختلاق وتكبير وتضخيم أي مشكلة ولو كانت بسيطة في تعز هذا بالنسبة لنا صراحة يمثل أيضا تحدي كبير ونحن نعمل وعبر قيادة السلطة المحلية إلى محاولة بثنوع من التوعية في أهمية الحفاظ على سمعة تعز ويعني التخفيف من نبرة الاختقان السائدة ودعم توجه بناء المؤسسات وتفعيل مؤسسات الدولة داخل المدينة أنا أتمنى يعني مهما كان وإن وجدت هذه الأصوات فنحن نعتبرها ظاهرة صشية في المرحلة الحالية هي تنبهنا لكثير من الأخطاء وإن كانت لا تقرأ ولا تنقل الواقع بشكل صحيح لكن ثقة أن تعز وأبناء تعز وحرصهم على مصلحة تعز سيقع لهم يعودون ويلملمون الصف ويحاولون أن يظهروا مدينتهم بالشكل التي يجب أن تكون عليه وهذه مناشدة مني إلى كافة الإعلاميين والناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تتقوا الله فيما تنقلون وتكتبون وانقلوا الحقيقة كما هي وأدعموا قهود بناء المؤسسات وقهود إعادة الأحياة في محافظة تعز يكفي تعز ما تعانيه من حصار لسنا بحاجة لتذكية الصراعات لسنا بحاجة لتأجيج الاحتقان الحاصل داخل محافظة تعز نحن بحاجة الآن وأتمنى وهذا يتم الآن عبر أكثر من مظلة لملمة الصفوف السياسية والإعلامية وتوجيهها التوجيه الصائب الذي يخدم هداف تعز المتمثل في استكمال التحرير وتطبيع الحياة نعم دكتور أحمد الدبعي أيضا على الجانب الآخر ربما ينظر الناس لهذه الظاهرة في تعز وتسليط الضوء على كل المشاكل ولو كانت صغيرة بأنها ظاهرة إيجابية تعكس مقدار الوعي في تعز وأن أبناء تعز ويعني شعب الأبناء الشعب في تعز يعني متنبهين لأي خطر ولذلك هم يبادرون لتعريت وتوضيح أي إشكالي حتى يقف أبناء تعز أمامها بصورة جدية ويتم منعها أن تحدث في المستقبل طبيعي جدا أولا أحب أشكر حماس النقيب بأسامة بهكذا الحماس ممكن مستعيد الدولة في تعز هؤلاء الشباب أمثال أسامة يخرجون الدولة في تعز من تحت الأنقاض الآن هؤلاء لهم التحية حقيقة بداية تعز تعرضت لنكبة كبيرة تعز تعرضت لنزيف لهزة كبيرة الآن الدولة في تعز تخرج من تحت الركام عبر هكذا شباب ما أريد أن أتمنى من الآخة أسامة في مستقبل الأيام أتمنى أن نلتقي بعد ستة أشهر مثلا أريد أن يتحدث عن أرقام نريد أن نتحدث لغة أرقام أمنية كم عدد القرائم في خلال الستة الأشهر القادمة مقارنة بالسنوات الماضية أو بالأشهر الماضية كم عدد الاختطافات كم عدد الاغتيالات نريد أيضا الأبناء المحافظة في تعز يدلون بدلوهم عن مستوى الأمن وتقييم الجهاز الأمني بدون تحسس من الجهاز الأمني نريد أن نمارس دولة مؤسسات عملية تكاملية بين المواطنين في تعز وبين الجهاز الأمني هناك خلال نعم هناك مشكلة نتحملها جميعا في تعز هذه فرضت على تعز المشكلة الكبرى والكارثة التي لم نتعود عليها غابت الدولة بين ليلة وضعها من تعز وهي تعرف الدولة منذ أيام الدولة الرسولية فهي كارثة في تعز لكن بدأنا نتعافى الآن لا يجب أن نضخما نقول أننا وصلنا للحالة المثالية ولكن يجب أن نضع الأمور في نصابها نقول أننا نمضي قدما في تعز نحو معالقات وهنا أناشد الدكتور أمين الدكتور أمين صديق عزيز محافظة المحافظة يسعى لجهود حديثة يجب عليه أن يستفيد من ريالات الأمن في تعز أمثال الدكتور رشاد العليمي في الخارج لديه خبرة أمنية كبيرة لأن يمد المحافظة بنصاح كبيرة هناك ضباط أمين في تعز خرقوا من المحافظة يجب أن نستفيد من خبراتهم باحقا وما إلى ذلك لأن الأملية كبيرة ويجب أن نشخر كل أبناء تعز وحلها نعم دكتور أحمد بالعودة إلى ربما يعني من له جزء أكبر أيضا من الإشكالية الحاصلة في تعز من انتشار السلاح أو الوضع الأمني وهو وهي أيضا فصائل القوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية البعض يتساءل في تعز لماذا توقفت المعارك والجبهات وتحول المنتمين للجيش والمقاومة بدلا من مشاركة فصائل المعركة الوطنية الكبيرة ضد ميليشيات الحوثي والعودة إلى داخل المدينة واختلاق هذه المشاكل والقلاكل هناك كما قلت العمليات العسكرية في اليمن يصعب تفسيرها حقيقة هناك توقف للمعارك في نهم وهناك توقف في المعارك في أكثر من جبهة لأن الحقيقة الذي يحرك الجبهات هو التحالف والتحالف له أولويات هنا وهناك على عكس أنا كنت أتمنى أن الشرعية أو الحكومة الشرعية هي التي تقود بزارة الدفاع اليمنية هي التي تقود المعارك بقد وهي التي تحدد الأولويات والآن عندما نتحدث عن فصائل مسلحة في محافظة تعز ثم تتوقف الجبهات وهؤلاء الناس الآن ليس لهم عمل إلا القتال إلا الدفاع عن تعز ثم يعودون للمحافظة بدون أي تنسيق أمني بدون أي رعاية أو مظلة أمنية كبرى أو تنسيق لجهاز أمني متكامل فتحدث هذه الإشكاليات الناس أدمنوا على القتال ثلاث سنوات أربع سنوات الآن نحن نتحدث عن قتال عشر أو عشرين يوم عندما يحمل الرقل الرشاش لأكثر من ثلاث أربع سنوات يتحول إلى مقاتل تصبح القتال في نسبة له كأنه سياق يومي متقدد قزم حياته هنا الإشكالية نحن نحتاج حتى بعد الحرب في اليمن أن نعالج الظاهرة نفسية المقاتلي نحن نتحدث عن إشكاليات متعددة طالة المعارك في اليمن نتحدث عن ثلاث إلى أربع سنوات حرب متوالية إكبرت الجميع على العيش في ظل غياب الدولة وهنا الخوف الحقيقي نعم عندما يدمي الكثير أو آلاف المقاتلين على العيش خارج نطاقة الدولة فهو تحدي كبير نعم سيادة النقيب أسامة الشرعبي برأيك أنت أيضا توقف المعارك التي يقودها الجيش الوطني والمقاومة في كل الجبهات في تعز كيف انعكست على الحالة الأمنية والوضع داخل المدينة بداية دعني أشكر الدكتور أحمد على ثقته وأنا أعز ذلك وأقول له لكل سادة المشاهدين يجب أن تثقوا بقيادة تعز ممثلة بمحافظة المحافظة والقيادة الأمنية ممثلة بمدير عام الشرطة وطاقم العمل الأمني أنهم سيخرجون تعز والملف الأمني إلى بر الأمان بإذن الله بالنسبة لتوقف المعارك صحيح تسبب لنا كثير من الإشكاليات وكما قلت لك أيضا عدم وجود إمكانية لفتح معسكرات خارج نطاق المدينة هذه إشكالية كبيرة أمامنا يعني لا يمكن استيعاب أفراد الجيش خارج معسكرات منفصلة خارج المدينة بحكم صغر النطاق المحرر وكونها المدينة مستهدفة في كل شبر منها الآن هذا هو وضعنا أمام تحدي كبير والمتمثل في منع الانتشار العشوائي للسلاح يعني نحن نفذنا أكثر من حملة أمنية وبدأنا وبدأنا نتدارس خطط وهي مطروحة الآن بقوة أمام اللجنة الأمنية برئاسة الأخ المحافظ وعضوية مدير عام الشرطة ونيابة قائد المحور والألوية العسكرية مطروح هذا الملف في قوة وبإذن الله نخرج إلى حل طبعا لجنة الهيكلة وما تقوم به هذا يعول عليها كثيرا أنها ستحل أمامنا كثير من الإشكاليات التي يتسبب بها هذا الأمر وننتظر نتائجها أنا يجب أنا أوجه رسالة لجميع الإخوة المشاهدين وإلى قادة التعز أيضا يجب أن نثق بقيادتنا الحالية يجب أن ندعم القهود هناك توجهات صادقة وإنجازات ملموسة حققتها القيادة الحالية ممثلة بالأخ المحافظ ومدير عام الشرطة وقائد المحور يجب علينا جميعا أن نلتف ونصف صفا واحدا وندعم هذه القهود أيضا لا ننسى أبدا القيادة الحكيمة والواعية والمدركة والمسؤولة لوزارة الداخلية ممثلة بالمهندس أحمد الميسري بالأمانة لم يستطع تغير كبير في الملف الأمني بمحافظة التعز في ظل القيادة الجديدة لوزارة الداخلية هذه الأمور يجب علينا أن نتكاتف المسؤولية مسؤولية مشتركة على قيادة الجيش قيادة الأمن قيادة السلطة المحلية القيادات الوطنية الشعبية والشباب والناشطين يعني كل الفعاليات السياسية والاجتماعية هي مسؤولة الآن تعز يعني كلنا مسؤولون أمام تعز بأننا شكرا يجب علينا أن نخرجها من هذا المأزق التي هي فيه ونعمل على حلحلة الوضع وإيصالها إلى المكان المرموق واللائق بها نعم المتحدث الإعلامي باسم الشرطة في محافظة تعز النقيب أسامة شرعبي شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز والشكر أيضا للأكاديمي والباحث الدكتور أحمد الدبعي شكرا جزيلا لكم ضيفية الكريمين مشاهدين الكرام وصلنا إلى اختام هذه الحلقة من فضاحر حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاحر بنفس الموعد ونفس الزمان تقبلوا تحايا معدى هذه الحلقة الزميل كمال حيدر كما هي لكم مني بشير الحارثي حتى الملتقى السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة